زيارة الطبيب البيطاري أو العادة البيطارية مهمة جدا قبل اتخاذ القرار بتربية هذا الحيوان الأليف داخل البيت ده دي حاجة مفروغ منها مهمة جدا عايزة أسأل حضرتك بقى هناك أستاذ متخصص إيه اللي بيتم بقى في هذه الزيارة يعني إزاي بكشف على هذا الحيوان إيه هي الأمراض اللي ممكن تبقى أمراض خطيرة فبالتالي أوصي صاحب هذا الحيوان الأليف إنه مايربيش الحيوان ده داخل بيته إيه هي الأمراض اللي ممكن نتسامح معاها يعني العملية بتتميز زي داخل العادة البيطارية هو الأساس أول ما حد بيجيب حيوان بيروح العادة البيطارية فبيعمل له فحص شامل فحص شامل أن يفحص الفرو بتاعه عشان ما يكونش في حشرات في حالة إنه موجود في حشرات لازم يدي تطعيم خاص بالحشرات لازم يدي حاجة خاصة للوقاية من الددان لأن الددان بتاع الحيوانات ممكن تعدل بأن أدمين لازم يعمل برنامج خاص بالتطعمات الفيروسية لازم يفحص العين كويس جدا يفحص الأذن بتاع الحيوان يفحص علامات السلامة العامة ما يكونش عنده مفرزات في العين ما يكونش جسم الحيوان دافي ما يكونش قطع أكل ما يكونش عنده مشكلة في الأسنان ما يكونش عنده مشكلة في العين كل الكلام ده أثناء عملية الفحص في العادة البيطارية هو بيبلغ صاحب الحالة اللي جاي بيها بكل الكلام ده الأمراض اللي احنا بنخاف منها هي الأمراض الفيروسية زي مرض سعار لو أنا عندي حيوان مش متطعم دايما نقول لصاحب الحالة لازم تطعم ضد الأمراض الفيروسية لأن فيه أكتر من 200 مرض مشترك ما بين الحيوان والإنسان المرض ده ممكن يتنقل من الحيوانات للإنسان فبالتالي أنا لما بحافظ على صحة الحيوان الهدف منها الأساسي هو الحفاظ على البيت والحفاظ على صحة الإنسان في المرتبة التامية أنا لما بيكون عندي حيوان أليف لازم أقول له والله إحنا في عمر من 3 إلى 6 شهور لازم أدّى التطعيم الخاص بالسعار وده بيبقى تطعيم بصفة دورية يعني كل سنة لازم ياخد تطعيم السعار بحيث أن لو الإنسان اتعرض للخرباش تطعيم سناوي يعني في الموعد محدد كل سنة بيقضي عليه نازم أعرض الحيوان الأليف بتعمله شهادة خاصة بالتطعيمات بحيث أن صاحب الحالة يبقى عارف المعادل فلاني ده لازم هتطعم التطعيم ده لما أنا بطعم أنا بس بعمل وقاية لحيوان من المرض فبالتالي لو الإنسان اتعرض للخرباشة أو اتعرض للعض من الحيوان ده أو أنا كده عندي أمان لأن الحيوان قريدي واخر التطعيمات فبالتالي مش يبقى فيه فرصة للإصابة من الحيوان ده بس ده لا ينفي أن احنا مع أول خرباشة بنتوجه فورا ناخد المصل طبعا الموضوع ده ما فيش فيه أي تهاون يعني سواء كان الحيوان مطاعم أو غير مطاعم في كل الأحوال إحنا بنعمل إيه دكتور؟ بنعرض الخربوش أو المكان اللي فيه الخرباشة الميا جارية؟ بنغسله كريس جدا بالميا والصابون أكتر من مرة حوالي ربع ساعة كده بميا وصابون وبعد كده بنطهر بأي مطهر وبعد كده بنروح لأي مستشفى من مستشفى الحكومية اللي منتشر على مستوى الجمهورية وده تطعيم سيادي مش موجود غير في المستشفى الحكومية بس وكان زمان ببقى واحد وعشرين حؤنة والموضوع صعب بتاخذ قتل من مرة يعني بقى في جدول كده جدول لا كان زمان واحد وعشرين حؤنة وبتاخذوا في البطن دلوقتي بقوا خمس حؤن وبتاخذوا في العضل والموضوع سهل جدا وعلى مدرشة وكمان الميزة اللي فيهم إنه هو بيدي وقايا للبن آدم ده لمدة ثلاث سنين فبالتالي ده من مميزات النهاردة لما يكون إنسان اتعرض للعض لازم ياخد كوقاية ضد مرض السعار أنا مش هنتظر أقول والله الحيوان ده مصاب ولا سليم لأن في بعض الأحيان ممكن الحيوان خصوصا لو كلب شارع مش متربف البيت والإنسان اتعرض للعض ممكن يكون مش ظاهر عليه أي علامة من علامات المرض لأنه هو في فترة حضانة المرض وبعد كده يظهر عليه علامات الإصابة في الحالة دي هيبقى الإنسان قريدي حصل لأصابة بمرض السعار وده صعب جدا علاجه فبالتالي أول ما حد يتعرض لعضب وده ما بيحصلش كتير يعني دكتور كلاب الشوارع مش بتهاجم أبدا بالعكس يعني لا خالص بالعكس كلاب الشوارع هي عايز أكل بس يعني كلاب الشوارع هو لما بيروح لحد ببقى الهدف عايز أكل أو شرط مفيش حيوان بيهاجم إلا إذا الإنسان هو اللي بادر بالمهاجمة بتاعته ده يعني كلاب وقطة الشارع التعامل معهم سهل جدا في بعض الناس بيتوفر لهم مياه